أنا بصراحة استغرب عندما يتم التقليل من المجموعة يعني هي أولا نحن نجد نشرح نقطين نحن عندما ننظر للمجموعة بعد النظر للمجموعتين الأولى والثانية يعني الأخريات أعتقد يعني إحنا الأفضل بهذه المجموعة هذا لا يعني بأن إحنا الآن ضمننا كل شيء لا لا على الإطلاق أولا نحن نتحدث عن كوريا هو كوريا المنتخب الذي أضام للدول عندما كانت هناك أربع مقاعد نتحدث عن المنتخب الأردن الوصل إلى نهائي كاس آسيا الأخيرة المدرب المتطور الذي تصدر مجموعة الأخيرة على حساب المنتخب السعودي وهو من قهر المنتخب السعودي في آخر مباراة وأجبر المنتخب السعودي حتى يكون تصنيفه هو أقل من المنتخبنا وهذا ما نفعنا لاحقا عندما أصبحنا في التصنيف الثاني بقية المنتخبات ليس سهلة عمان منتخب عنيد وأيضا واجهنا في مناسبات سابقة نتحدث عن المنتخب الفلسطيني منتخب واحد من أفضل المنتخبات العنيدة والمجتهدة أنا رقبت في المباريات الأخيرة ومنتخب بصراحة يلعب بروحية عالية جدا خاصة إذا ما وافق الفيفا عند اللعب هناك فيه الأراضي الفلسطينية ستجد المنتخبات الزائرة هناك صعوبة بالغة في اللعب أمام المنتخب الفلسطيني وأمام جماهيرة نتحدث عن المنتخب الكويتي ديربي نعم الفوارق الفلنية واضح عن المنتخب العراقي ولكن مباريات ديربي معروفة يعني حتى عندما تشاهد أنت بعض المباريات عندما تتسب بالندية فهي تعتمد على الجوانب النفسية والمعنوية إذن عندما نقارن مجموعتنا مع المجموعة الأخرى نعم هي الأنسب للعراق ولكن هل إحنا ضامنين؟ لسنا ضامنين نقطة أخرى في غاية الرحمية يجب أن نتأهل من هذه المجموعة لماذا؟ عندما لا سمح الله نذهب إلى الملحق سنعاني كثيراً لماذا؟ لأن الملحق منه سيأتي شوف لنا جميع الأخرى مثلاً إذا قلنا اليابان صاعد سيأتي كستراليا أو السعودية منك سيأتي قطر وإمارات وأعتقد أوسباكستان فأنت ستواجه هذه المنتخبات ثلاثة إلى أربع منتخبات هي منافسة عنيدة بالنسبة لك يعني عندما تقارن هذه المنتخبات بمجموعتك الآن لا المنتخبات التي لديك متاحة لديك أفضل بكثير فورستك أفضل بينما عندها تذهب إلى الملحق لا سمح الله ستعاني ولهذا يجب أن يكون التركيز يجب أن تكون يعني الإعداد ما أعرفك أن تفاصيل صغيرة دائماً أو ركز عليها بصراحة الحضران نحن ما ماخدينها بنظر للإعتبار أنت أشارة مهمة قلت يجب أن نتعلم من أخطائنا وأنا أحييك على ذلك أخطاء الجميع بما فيهم الإعلام صح ولكن أيضاً اتحاد كورتين القدم الذي طبعاً بعد كاس آسيا شخص الأخطاء وحدتها هل الأخطاء داود تم تجاوزها أم لا هنا السؤال شكراً للمشاهدة